أعلقت نقابة موظفي وعمال مرفأ بيروت إضرابها بعد الوعود التي تلقتها من رئيس الحكومة تمام سلام ووزير الصحة وإلأبو فعور بعدم رمي النفايات في المرفأ وإزالة ما تركم منها إلى اليوم في باحاته تعليق الإضراب ابتداء من الغد اللجوء إلى الإضراب الفوري المفتوح في حال العودة إلى طرح استعمال الباحة قبل وهي خلفكم وهي سكرناها مبارحة نحن وهلأ رح نلجأ إلى تسكيره بالبطون المسلح أو أي استعمال لأي اتباحة في الحرم المرفأي أو محيطه لأنه عم ينطرح هلأ استعمال الباحات الخلف الأسواء الاستهلاكية بالكارنتينة أو سوق السمك المجاورة لسوق السمك والمجاورة لنهر بيروت كمان هذه الباحات إذا استعملت لرمي النفايات رح بتأدي إلى أضراب فوري وهذا تحذير عم أوجهه أنا للمعنيين تأليف لجنة مراقبة دائمة من جميع النقابات العاملة بالمرفأ لحسن تنفيذ ما أعلنه الرئيس المدير العام لإدارة واستثمار مرفأ بيروت بعد اتصاله بدولة رئيس مجلس الوزراء تمام بايك اسلام الطلب والإصرار على نقل وإزالة ما تكدس من نفايات على المدخل الشمالي للمرفأ وخاصة القريبة منها من المطاحن والتي تشكل خطرا على الأمن الغذائي وعلى الصحة العامة للموظفين والعاملين والمتعاملين مع المرفأ وزير الاقتصاد ألان حكيم أكد بعد اجتماعه بالنقابة دعمه الكامل لكل العاملين في المرفأ ومساندته تحركهم لمنع رمي النفايات في هذا المرفق الحيوي نحن عنا سئة تامة بدولة الرئيس أنه وعوده رح يتطبقه ومن ناحية تانية عم نطالب اليوم أنه ما يكون في وزير أما وزيرين عم يدفع عن هالموضوع بس الـ 24 وزراء يكونوا موجودين بالمرفأ ويداحوا عن كرسة بيئية مثل هاي وأولهم وزير البيئة ووزير السياحة الصديقين وهيدا بأسرع وقت ممكن لأنه هيدا كرسة وإذا كملت هيك وإن شاء الله ما تكمل واليوم يكون فيه فض للمناقصات ويتلاقى أجوبة مع أنه أنا من كتير متفائل بهالموضوع ولكن إن شاء الله يكون فيه أجوبة لكل هالخطة المهمة ونلاقي حلول لهالموضوع وشدد حكيم على أن الاستنكار لا يكفي بل سنقوم بخطوات عملية للتصدي لهذه الكارثة البيئية التي تنعكس أولا على صحة المواطنين وثانيا على الدورة الاقتصادية في البلاد